معرض. يعني أنت أيضاً موجودة في الهيئة الاستشارية. كلميني كده في عجالة عن هذه الدورة وانتباعاتك أنت ككاتبة كمان فيها. لا الحقيقة تنظيم رائع. تنظيم رائع. تنظيم يليك بمصر. عندنا لازم دائماً نفتكر دور مصر الريادي. مصر بتصنع تاريخ. دائماً مصر بتصنع تاريخ. دائماً مصر بتصنع ثقافة. ابتكار. ابداع. روحانيات. يعني إحنا لو حتى نبص في التاريخ المصري بنلاقي كل دا موجود في المصريين. المعرض الكتاب في مصر دا حاجة كبيرة جداً. حاجة لازم كلنا نفتخر بها. لازم كلنا نروح نزوره. كلنا نحكي لولادنا عليه. نمشي بولادنا ونتجول في المعرض الكتاب. إحنا مهتمين جداً السنة دي بالمصر القديم. مهتمين بكل اللي درسوا المصر القديم. بنتكلم طبعاً على أستاذ سليم حسن. دكار سليم حسن. مهتمين قوي إن إحنا حتى فكرنا إن الموتو بتاعنا يكون ليه علاقة بالمصر القديم. عايزين شوية أولادنا يفهموا أكتر على تاريخهم. فيمكن دا الحاجة اللي أنا حاسة إنها مهمة قوي. وشايفة إنها حاجة رائعة إنها تكون موجودة السنة دي في معرض الكتاب. عشان كده أنا عايزة الناس لما تاخد ولادها تروح تتكلم معهم على التاريخ. على التاريخ وأنا شايفة حتى إذا كانت الناس حتى تقولك أنا ما عنديش ميزانية كبيرة للمعرض. العين تقرأ. يعني إن هما يتجولوا ويقرؤون. يعني العين تقرأ. والولاد ممكن يوقفوا في المكتبة شوية ويقروا وكده. فأنا أنا شايفة دا. المجلس قومي للمرأة كمان عامل جناح رائع للمرة التانية في المعرض. وعمل مجهود كبير وورش تفاعلية وأشياء كثيرة محترمة جدا. والمجلس قومي للأعاقة. أنا عايزة برضو أتكلم عنه لأنه هو عامل شغل رائع. رائع. يعني أنا شفت مبارح كتابه هما كتبينه على كيفية التعامل مع أزوي الإحتاجات الخاصة. دي حاجة مهمة بالنسبة لنا جدا. يمكن إحنا بنجرأ حد من غير منقصد. صحيح. فإزاي الكلمات اللي نستعملها. طبعا أنا كعلم لغويات فده بالنسبة لي حاجة رائعة جدا. وخصوصا المجتمع بدأ يتنبه. بالزبط. بالزبط يعني. بالزبط. وشايفة أن إحنا عندنا كتب لسه بتطلع فيها دعم من الدولة. كتب رخيصة. فلو لفينا شواهي في المعرض لأ هنلاقي كتب حتى حلوة وأتمنها كويسة. ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة